اشتركوا في القناة من مجلس الامن البارح بتأييد 14 عضو والامتناع امريكا مجلس الامن يعتمد قرار بوقف اطلاق النار في غزة لماذا يعتبر هذا القرار غير ملزم لاسرائيل العنوان الثاني بتاعنا بشيكون الاحتلال الاسرائيلي المفاوضات بخصوص هدنة غزة وصلت طريقا مسدود عفوا الرئيس الفرنسي ايمانويل مكخون يساعد لهشتو تجاه نتنياهو ويحذروا من انه اي نقل قصري للسكان بشيكون نزوح او بشي شكل جريمة حرب هذا هي التهديد متاع الرئيس الفرنسي يدعى اسلام خاليلوف روسيا تكرم الشاب مسلم ساهم في انقاذ مئة شخص في هزوم موسكو المروع اكبر زيادة منذ 30 عام ارقام صادمة للفقر المتقع في بريطانيا والبارح اخيرا نجم كرة القدم البرازيلي داني الفيشي خارج اسوار السجن بكفالة مالية البارح لخرج العشقية وسط هتاوتا فات المحتجين تسمعونا ديما على فخي كونس متاعنا تابعونا علي فام اب على الفيسبوك واللي علي فام تي في على المباشر على اليوتيوب معي انا احليم العبدالي نصبح عليكم ديما وانحييكم من قدام الميكرو امينوس امين السعيدي في الاخراج السلومة في الاخراج الرقمي من توح حتى للسبعة تابعوا معنا كل اخبار العالم المستجدات الاقليمية المستجدات الدولية كل ما فم اخبار وجديد في العالم تلقوه معنا ديما لهنا في بتوقيت جرينيتش ان شاء الله نهاركم زين يومكم اسعد الايام بتوقيت جرينيتش انتم تسمو في بتوقيت جرينيتش مع احليم العبدالي على ايافين احلى غاديو 26 و21 دقيقة على ايافين احلى راديو ان شاء الله نهاركم زين نهاركم اسعد الايام وانما كنتوا تسمعوا فينا داخل تونس او خارجها مرحبا بكم الناس الكل في الاستماع وفي المشاهدة نحي برشا برشا السادة المستمعين ان شاء الله يوم سعيد يوم زيان خفيف هاتكا يتعدى وان شاء الله يكون السيام ما تعبكم مش الناس كل في فور ما تبارك الله الفتنة النص في شهر رمضان فيسا فيسا تجري كيف ما قلت لكم البارح طوى عدك بيها تلقى 27 وعيد الفتر المبارك ان شاء الله حيين بخير الناس كلنا بدأوا بالعنوان لولي جينا البارح من مجلس الامن الدولي اللي اعتمد قرار بوقف اطلاق النار في غزة بتأييد 14 عضو وامتناع امريكا اللي البارح ما استعملتش الفيديو لكن كل عادة كانت في المعارضة كل عادة لقرارات مجلس الامن التي تمس باسرائيل المرة هذه امتنعت عن التصويت في امريكا امتنعت عن التصويت في مجلس الامن امريكا نحكي والممثلة متاحة في مجلس الامن تبرر القرار بتاع الامتيني عن التصويت وانه ما فينش يدانا واضحة لحماس في مشروع القرار الذي تم التصويت عليه البرح هاة نسمو البرح وقت الاعلان على القرار متاع وقف اطلاق النار والتصويت من اجل قرار يتبنى وقف اطلاق النار ونرجو نتمنوا نحكي مشروع القرار للتصويت الآن من يؤيد مشروع القرار الوارد في الوثيقة شارطة 2024 شارطة 254 فليرفع يده رجاء من يعارض مشروع القرار فليرفع يده رجاء من يمتنع التصويت فليرفع يده رجاء نتيجة التصويت على النحو التالي 14 صوتاً مؤيداً وصوت ممتنع أقرى مشروع القرار بوصفه القرار 1728 لعام 2024 كانت هذه لحظة التصويت على مشروع قرار بوقف إطلاق النار في غزة كيف ما قلنا 14 بلاد موافقة والولايات المتحدة الأمريكية كانت قد البارح امتنعت عن التصويت بطبيعة المجلس الأمن بتبني القرار هذه بوقف إطلاق النار لأول مرة منذ أن انطلقت الحرب في غزة يقوم قدش من المرة هو يصير المحاولات متع التصويت لكن الأمريكان يسقطوه بحق الفيتو تعرفوا أن أمريكا أحد الدول الخمسة الدائمة في مجلس الأمن واللي عندها حق النقض هي وكل من الصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا وكذلك معنتها الصين فرنسا بريطانيا روسيا وأمريكا هذو ما هما الخمسة الدول عندهم حق الإسقاط لأي قرار يتم اتخاذه في مجلس الأمن اللي الوظيفة متاعه وشنوها في الأمم المتحدة الوظيفة متاعه اللي هي حفظ الأمن والسلم في العالم لكن للأسف فإنه كيف مبرشة مؤسسات وبرشة هيئات دولية في الحربة دي تبين بالكشف العجزة متاحة وإنها غير قادرة على أنه تكون فاعلة في الوقف متاع أطلاق النار أو وقف المجازر في قطاع غزة نظرا وإنه الدول الخمسة هذية اللي موجودة عندها مصالحها التي ترتبط مباشرة مش دول الخمسة وللدول الخمسة اللي موجودة كأعضاء دائمة في مجلس الأمن الدولي أغلبها عندها مصالح مع أطراف معينة في العالم الملف متاع قضية الحال اللي هي الحرب الإسرائيلية على فلسطين الحليف الأكبر في المجلس الأمن هي أمريكا هي الراعية الفعلية للحرب على قطاع غزة وعلى فلسطين بدرجة أخرى زادة عنها بريطانيا كيف كيف زادة ما هيش مقصرة لكن العملية متاع إسقاط وإجهاض كل المشاريع اللي معناها صارت تقبل من أجل وقف إطلاق النار اللي تكفل بإسقاطها كانت هي أمريكا كانت ديما تاخذ الفيتو ثلاثة مرات وربع أضهم عملت فيتو المرة هذه امتنعت عن التصويت اسمعتوا أنه اللحظة متاع الأعلاني للبارح في السوشيل ميديا انتشرت انتشار كبير برشة بالطبيعة فما ترحيب دولي بتبني مجلس الأمن مشروع وقرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة إسرائيل تنتقد وأمتناع واشنطن عن التصويت يقول موقع بي بي سي عربية عديد الدول على مستوى العالم كانت رحبت بالوقف ذايا بالقرار متاع وقف إطلاق النار على مستوى دولي نفهم دول عربية دول أوروبية على مستوى دولي كان أعلان القطري المصري السعودي تقريبا بصفة متزامنة على أن الدول العربية ترحب بالقرار الذي تم اتخاذه في مجلس الأمن الدولي كذلك ترحيب أوروبي من عديد الأطراف كبير برشة بأنه اليوم لأول مرة منذ انطلاق الحرب الإسرائيلية على غزة فأنه المسألة هذه تقدمت نوعا ما خطوة بأنه أمريكا ما أسقطتش القرار لكن امتنعت عن التصويت الاحتلال الإسرائيلي ندد بقوة بالخطوة هذه والبارح غضب كبير في صفوف الاحتلال وإلا داخل دولة الاحتلال باعتبار يعتبروا أنه أمريكا دارت شوية على الموقف المتاحة وإلا خرجت من البوزيسيون العادية المتاحة اللي هي إنقاذ إسرائيل بالفيتو إلى الأمتناع وهو اللي يخلي إسرائيل في أحراج أكثر شوية لو أنه هما الإسرائيليين ما يتحرجوش ربما ما عندهم حتى مشكلة والدليل المجازر اللي قاعدين يعملوا فيها والحرب اللي ما عندها حتى حدود ولا حتى قانون ولا تنضبط لأي تشريعات الاحتلال يقول المفاوضات بخصوص هدنة غزة وصلت إلى طريق مسدود هذا تقريبا قبل بشوية ما ليسير التصويت نسمو كل مع بعضه ونرجو نزيد ونحكيوه المفاوضات بين إسرائيل وحماس متعسرة حتى الآن فالخلافات توالت في وقت تتصاعد الضغوط الأمريكية الواضحة التي تفردها واشنطن على تل أبيب من خلال وزير خارجيتها أنتوني بلينكين لإحراز تقدم في المحادثات والوصول إلى صفقة خلال أيام والرغم الضغوط لا تقدم في المحادثات حتى الآن فقد أعلن تيئة البث الإسرائيلية أن مفاوضات وقف إطلاق النار في القطاع المحاصر منذ أشهر وصلت إلى طريق مسدود بين حماس وإسرائيل مسؤول إسرائيلي أكد أن تل أبيب وافقت على دفع أثمان باهظة في المفاوضات الأخيرة في الدوحة منها الإفراج عن سبعة أسرى مقابل كل جندية إسرائيلية في الأثناء وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالونت يتواجد في واشنطن لبحث البدائل التي تطرحها الإدارة الأمريكية للخطة الإسرائيلية لاجتياح مدينة رفح واشنطن لديها تحفوظات على خطة اجتياح رفح بالشكل والتوقيت الذين تريدهما إسرائيل وهو الاجتياح الذي يعده المسؤولون الأمريكيون مغامرة عسكرية لن تكون مجدية وستتسبب في أضرار أمنية وسياسية لإسرائيل البيرح كان بنيمين نتنيه وقرر إلغاء الزيارة متع الوفد اللي كان متوجه إلى واشنطن من أجل المحادثات بخصوص الملفات متع الشرق الأوسط نحكي عن ملف الحرب الإسرائيلية على فلسطين البيرح جون كيربي كان أعلن الخيبة الأمل المتاعه من قرار بنيمين نتنيه أنه إلغاء الوفد بسبب الغضب متع الإسرائيليين من التصويت متع الأمريكان ويقولوا البيت الأبيض البيرح الأمريكان يقولوا أنه التصويت هذية ما يعنيش تغير في سياسات أمريكا تجاه إسرائيل لكن اليوم يعتبروا أنه فما حاجة حقيقية من أجل الانتقال إلى خطوة جديدة في الملف هذية وإلا التقدم في الملف هذية ضغوطات كبيرة تمارسها واشنطن في الظاهر من أجل المضي نحو هدنة والبيرح ممكن الامتناع هذا يجي في إطار عملية الضغط والضغوطات متواصلة وكبيرة اليوم إسرائيل تزداد العزلة أمتاحها بشكل كبير برشا وتنرجو بعد شوية نحكيه على موقف فرنسا إيمانويل مكخون اللي صعد برشا في اللهجة متاعه في آخر مكالمة ليه منذ ساعات مع ولت البيرح لما أظن مع بن يمين نتنياهو نرجو الأمريكا قلت لكم تم إلغاء زيارة الوفد الإسرائيلي لأمريكا بسبب غضب الإسرائيليين من المسألة هذه فما جدل كبير على مستوى القرار هذية فما أطراف وخبراء قانونين يقولوا أن القرار هذية غير ملزم لإسرائيل يعني الأليات التنفيذية التنفيذ غير موجودة معناها إسرائيل تنجم تكمل في العملية العسكرية متاحة حتى بسدور القرار هذية وفما أطراف أخرين يقولوا أن القرار هذا ملزم وعديد المواقع العربية الإخبارية البيرح وحتى الدولية خدمت على المسألة هذه هل أن القرار هذا ملزم أو غير ملزم نسمع الأخبار فاصل ونرجو نحكيه في المسألة هذه 35 دقيقة نضرب حكم مانيش خبيرة في القانون أما بش نقول لكم أنه البيرح مثلا ممثل البيت الأبيض قال المرسلين الصحفيين في كونفيرانس دوبخيس أنا تفرجت عليها قالوا أنه القرار هذا غير ملزم لإسرائيل بتطبيقه بش نشوفه قبل ما نوصله غادي بش نقرأه الساعة شنوه قال مارك ليال جرانت سفير المملكة المتحدة السابق لدى الممم المتحدة شنوه قال الموقع بي بي سي عربية قال أنه القرار هذا يعني أنه إسرائيل أصبحت الآن ملتزمة بشكل أساسي بوقف حملتها العسكرية خلال الخمسة عشر يوما القادمة وهي المدة المتبقية من شهر رمضان الذي نص عليه قرار وقف إطلاق النار وأضاف جرانت بي بي سي عربية أنه النص ملزم قانونية لإسرائيل لا لحماس لأن الحركة الفلسطينية ليست دولة بطبيعة هذية التصريح امتع سفير المملكة المتحدة السابق لدى الأمم المتحدة يعني الرجل يتكلم من موقع الدراية بالشيء لكن في رواية أخرى فما شكون البارح كما قلت لكم ممثل البيت الأبيض قال الصحفيين أن القرار هذا غير ملزم موقع العربية ينقل يقول لماذا يعتبر قرار مجلس الأمن بوقف النار في غزة غير ملزم سوت أعضاء مجلس الأمن الدولي الأثنين على مشروع قرار يدعو الوقف النار لإطلاق النار في غزة فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبل الوجوء إلى حق النقد الفيتو لكن البيت الأبيض أكد أن قرار مجلس الأمن غير ملزم من بارح كما قلت لكم في نادوة الصحفية كان جاوب على سؤال مرسلة قناة العربية وقال لها أنه القرار غير ملزم فلماذا يعتبر قرار مجلس الأمن غير ملزم يتألف مجلس الأمن التابع لأمم المتحدة المكلف بضمان السلام والأمن الدوليين من خمس دول أعضاء دائمة تتمتع بحق النقد الفيتو وهم اللي حكيت لكم عليهم من بكري الصين فرنسا روسيا المملكة المتحدة والولايات المتحدة وعشر أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة والمنظمة الدولية لمدة عامين من أبرز مهام مجلس الأمن المحافظة على السلم والأمن الدوليين التحقيق في نزاعات الدول التي قد تؤدي إلى نزاع دولي التوصية بتسوية المنازعات أو بشروط التسوية والتخطيط لمواجهة الأخطار التي تهدد السلام واتخاذ ما يره المجلس من إجراءات عسكرية ضد المعتدي كما توعدت قرارات مجلس الأمن تعبيرات رسمية عن رأي الأمم المتحدة أو إرادة أجهزتها وفق الموقع الرسمي لبعثات الأمم المتحدة من الناحية النظرية ليست لصلاحيات المجلس الأمن حدود وقراراته ملزمة لجميع أعضاء الأمم المتحدة لإسرائيل موجودة فيه باختصار إذا كان مجلس الأمن قد قرر أي شيء فرض عقوبات على بلد ما أو فرض وقف أطلق نار في منطقة السراع فيجب تنفيذ هذا القرار ولا يمكن لأحد أن يتجهل الإرادة الجماعية للدول الخمس الكبرى التي تحدد فعليا قرارات مجلس الأمن ومع ذلك غالبا ما يكون من الصعب التوصل إلى هذه الإرادة الجماعية نظرا إلى أن الأعضاء الدائمين لديهم حق النقد على القرارات وسوف يدلون بصوت سلبي إذا كان القرار المقترح يتعارض مع مصلحتهم الوطنية يتم اتخار قرارات مجلس الأمن عن طريق التصويت بالإجاب لتسعة أعضاء يكون من بينهم أصوات الأعضاء الخمسة الدائمين متفقين البارح الخمسة كان فيهم امتناع منتاع الولايات المتحدة الأمريكية لذلك مسألة الإجماع عليها نقطة استفهام نعاود يتم اتخاذ قرارات مجلس الأمن عن طريق التصويت بالإجاب لتسعة أعضاء يكون من بينها أصوات الأعضاء الخمسة الدائمين متفقين البارح 14 عضو الخمسة ما بينهم الخمسة لكن فيهم أمريكا ممتنع بما أن الولايات المتحدة من الأعضاء الخمسة الدائمين امتنعت عن التصويت على القرار بالتالي أصبح غير ملزم التنفيذ من كم رش نحكي لكم التفاصيل حابيت نفسر لكم وأنه البارح راه الفرحة الكبيرة بالقرار هذا قانونيا أنه راه الولايات المتحدة الأمريكية دائما ما تمارس الفهلواء والجنباز السياسي فقامت بطريقة أخرى بإنقاذ إسرائيل وجعلها غير ملزمة بالتطبيق صوتت ضدها كما نقولوا أحنا أو كذر الرماد على العيون لكن فعليا هو هاكم شفتوا التفسير إيش يقول ويقولوا أنه لازم تسعة أعضاء يكون خمسة من بينهم الأعضاء القرين اللي هما الصين وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا يكونوا معناها مصوتين بنعم مش ممتمعين حصلوا هذية اللي شنو حابيت نفسر لكم بخصوص القرار متع وقف إطلاق النار فإنه ماهوش بش طبقوا إسرائيل لأنه الأمريكين عطوها حبل ناجات قوي برشة على عكس ربما القراءات الأخرى اللي تقولوا أنه اليوم أخلاقيا أنه إسرائيل محرجة أمام مجلس الأمن ستعتبر دولة أمريكا وما إلى ذلك لكن هي دولة أمريكا على الأمم المتحدة دولة أمريكا على مجلس الأمن ودولة أمريكا على كل القوانين الدولية الرئيس الفرنسي إيمانويل مكرون سعد لهجته تجاه نتنياهو وحذره من أنه أي نقل قصري للسكان من رفح سيشكل جريمة حرب حقيقية الرئيس الفرنسي وفي اتصال هاتفي في الساعات الأخيرة كان حذر الرئيس وزراء الاحتلال من أنه لي عملية لنقل المواطنين الفلسطينيين بالقوة إلى أي مكان فأنه باش تتسمى نقل قصري للسكان من رفح سوف يشكل جريمة حرب بطبيعة فرنسا اللي كان عندها موقف مساند كبير برشا للاحتلال الإسرائيلي منذ أول انتلاق العمليات فأنه في الساعات الأخيرة فم تغير في الموقف الفرنسي سعد الرئيس الفرنسي إيمانويل مكرون من حدث لهجته يوم الأحد تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامي نتنياهو يقول موقع روسيا اليوم محاضرا من أنه نقل القصري للسكان من رفح بشي شكل جريمة حرب جدد مكرون خلال اتصال هاتي في مع نتنياهو دعته إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة وأدين مكرون بشدة الأعلانات الإسرائيلية الأخيرة بشأن الاستطان وكانت إسرائيل أعنت الجمعة مصادرة 800 أكتار من الأراضي بهدف بناء مستوطنات جديدة وقال نتنياهو في وقت سابق أنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه إسرائيل تعتزم شن حملة عسكرية لمدينة رفح بجنوب غزة حتى من دون تأييد واشنطن كما بدأ وزير الدفاع الإسرائيلي يو إف جالانت زيارة الواشنطن في الساعات الماضية من أجل تهديئة التوترات معها وضمان مواصلتها تزويد إسرائيل بالأسلحة إضافة إلى مناقشة قضايا الاشتياح المحتمل لرفح وزير الدفاع الإسرائيلي كما كنت تسمعوا وصل منذ ساعات إلى واشنطن ويبدو أنه العملية متعرفة هي المقصودة القرار هذي كما قلت لكم البارح جاء بعد معاناة طويلة لكنه منقوص وإسرائيل عندها ثغرة بيش تنفذ منها واليوم الإسرائيليين يستنعوا في الدعم بتاع الأمريكان خاصة عسكريا من أجل شن عملية رفح اللي هي آخر المناطق الجغرافية اللي آمنة في قطاع غزة واللي الهجوم عليها بشهادة حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني العملية هذه حذروا برشة أطراف دولية عربية أوروبية حتى الصين وعديد القواء الأخرى في العالم من أنه تنفيذها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية أكثر من الشيء اللي ساير لكن يبدو أنه الأمور سوف تتجه نحو هذا المنحة خاصة وأنه أمريكا لو كانت بالفعل معارضة أو تريد لحمام الدم أن يقف لكانت صوتت بالموافقة البارح على قرار مجلس الأمن الدولي بوقف أطلاق النار لكنها ألقت بحبل النجاة لإسرائيل نمشيوا لأخبار آخر يدعى إسلام خاليلوف روسيا تكرم شاب مسلم ساهم في إنقاذ مئة شخص في هجوم موسكو المروع هذا الشاب هو وزميله تم تكريمهم تكريم كبير البارح في روسيا شاب صغير السن كان يخدم يعاون في روحه وما تكيما نقول وإحنا بعد الوقت متاع القرية يمشي يخدمه كان موجود في المقر متاع الهجوم تريند البارح على السوشيال ميديا إسلام خاليلوف كان ورى للعالم أنه الإنسانية ما عند الناس الكل أنه اليوم الوصم وربما التمييز فما برشا مفاهيم سقطت ومفاهيم أخرى تبدلت وهذا الشاب الصغير اللي تشوفوا فيه قدامكم علي يا فام تيفي أنقذ حياة أكثر من مئة شخص وقت اللي كانوا الإرهابيين في هجوم دموي كبير برشا رغم عمره ورغم صغر السن متاعه فإنه ما خافش رغم أنه فما أطلاق نار قدامه وشيف عبيده هي تموت لكن قرر بما أنه يعرف لكل وار الكل ويعرف المداخل والمنافذ متاع المكان قرر أنه ما يهربش وما يتخباش لكن قرر أنه ينقذ حياة الناس نسمع ونرجع الشاب هو إسلام خاليلوف روسي من أصول قرغيزية ويعمل في تلك القاعة في غرفة الاعتناء بالمعاطف ويعمل لعدد من الأيام أسبوعيا بدوام جزئي وصادف أن كان موجودا في المبنى عندما وقع الهجوم الدامي وظن أن مجموعة مزعجة تقتحم المبنى في البداية أن تموت في المعركة خير من أن تترك الآخرين يموتون هذا ما صرح به إسلام للإعلام الروسي مضيفا أنه اتبع جميع تعليمات المعنيين فبينما كان الرصاص يطلق على تلك الجموع أدرك أنه هجوم مسلح بقي إسلام خاليلوف هادئا على الرغم من مقتل أحد الضحايا أمامه برصاص المهاجمين ولمعرفته بأروقة المكان لاحظ أن جموعا تثر نحو أماكن المرحاض فقرر أن يساعدهم ويقتادهم نحو الخارج عبر الأروقة التي تؤدي إلى قاعة المعرض ومنها إلى الخارج فقد كانت بحوزته البطاقة الإلكترونية التي تفتح كل الأبواب ريتوروليد الصغير هذية صاحب الوجه الجميل اللي أنقذ عشرات حياة عشرات الناس فإنه فما ناس العقيدة متاحة هي القتل والإرهاب والدماء وناس أخرى العقيدة متاحة هي الحياة والسلم وكذلك الإنسانية والخير كما قلت لكم موليد صغير معنى تنددوا رهم يلعبوا في الكرة في الشارع وإلا رأوا في ليسالجو وإلا في بلاسة أخرى هو يخدم على روحه وليد مشتهد يخدم بطريقة جزئية في اليوم يعاون في روحه وكان موجود كما قلت لكم في مقر الهجوم ورغم بشاعة المنظر كان طفل شجاع وطفل لأنه في العمر ذايا إذا ما بالقانون ما زال طفل فإنه قرر بش ينقذ الناس وينجدهم ويدلهم على طريقة النجاة وكان لو كان معنا كمنا اسمعنا الفيديو طويلة شوية صوته موجود ومعنتها تسجيل ليه بالكاميرا وهو يسيح في الناس يقول لهم امشيوا للبقعة تجهفل امشيوا في الاتجاه هذا امشيوا في الاتجاه هذية ويسيح ويقدم يجيب العباد ويوصلهم ويعاود يرجع وصراع مع الزمن في الأثناء كان في أي لحظة ينجم يكون هو الضحية الموالية إسلام خليلوف مثال بالحق للعالم البارح سوشال ميديا لكل تحكي عليه تريند في العالم الكل اسمه تقريبا من أكثر الحاجات اللي تم البحث عليها في شبكات التواصل الاجتماعي وكذلك سوغان تغنات إسلام خليلوف كما قلت لكم هو مثال يحتذى به عن هجوم روسيا والهجوم مش هجوم روسيا عن هجوم موسكو البارحة بوتين كان يتكلم وقال وقاله فما محاولات حثيثة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية من أجل دفع الشبهة عن أوكرانيا التنميحات كبيرة يسر من الرئيس الروسي لأوكرانيا اللي الحرب ببيناته مشتعلة منذ أكثر من عامين بوتين يقول على الهجوم الذية اللي أوقع أكثر من 137 ضحية هجوم دامي في مجمع كروكس في موسكو اللي شنته تنظيم داعش خرسان اللي هو كنا البارح اسمعنا وشفنا التفاصيل متاعه شكونوا هو وتعرفنا عليه أكثر بوتين عن هجوم موسكو يقول أسئلة كثيرة لا تزال من دون أجوبة بعد أيام من المجزرة لشهدتها موسكو الجمعة تحتجز السلطات الروسية حدش شخص على صلة بالهجوم اللي نفذوا مسلحون اقتحموا قاعد كروكس سيتي هول حيث أطلقوا النار على الحاضرين ثم أضرموا النار في المبنى في اعتداء أوقع 139 قتيل على الأقل ويتوقع مسؤولون أن ترتفع حسيرة القتلة ذي واصل عناصر الإنقاذ حتى للبارح عمليات ولليوم زادة عمليات البحث في الموقع عن جثث ضحاية بينما زال 97 شخص في المستشفى أقر الرئيس الروسي بلاديمير بوتين البارح للمرة الأولى بأن من أسمهم متطرفين إسلاميين بحسب تعبيره يقفون وراء الهجوم اللي استهدف قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو الجمعة لكنه شدد على ارتباطهم بأوكرانيا وهو ما تنفيه كييف قال الرئيس الروسي خلال اجتماع نقل التلفزيون الوقاية عمتاعه نعلم أن الجريمة ارتكبها متطرفون إسلاميون يحارب العالم الإسلامي بنفسه إجيولوجيتهم منذ خرون لكنه أشار إلى أسئلة كثيرة لا تزال من دون أجوبة بما في ذلك السبب الذي دفع المهاجمين لمحاولة الفرار إلى أوكرانيا في حين تنفي كييف أي ظلوع لها في الهجوم بوتين قال من الأهمية بما كان الإجابة عن السؤال المطروح حول السبب الذي دفع الإرهابيين بعد ارتكابهم جريمتهم لمحاولة التوجه إلى أوكرانيا من كان ينتظرهم هناك قال الرئيس الروسي قال هذه الفضاعة قد تكون مجرد حلقة في سلسلة محاولات لأولئك الذين هم في حالة حرب مع بلدنا منذ العام 2014 في إشارة إلى أوكرانيا وحلفائها وانفات أوكرانيا أي ظلوع لها في الهجوم ووصفة الاتهامات الروسية بأنها سخيفة قال الرئيس الأوكراني في مدخلته المسائية البارح أن بوتين يخاطب نفسه مجددا وبث ذلك مجددا على التلفزيون وهو يحمل أوكرانيا المسئولية منذ الجمعة بطبيعة أعلن تنظيم داعش ميرارا مسئوليتهم عن الهجوم كما بثت قنوات أعلامية تابعة للتنظيم الإرهابي مقاطع فيديو مصورة للمسلحين داخل الموقع متاع الهجوم بطبيعة التداعيات متاع الهجوم ماذا بيش تكون كبيرة وكبيرة برشا اليوم التحقيقات متواصلة وتم القبض على كما كنتوا تسموا أحداشا الشخص والتحقيقات معاهم كلهم أحياء التحقيقات معاهم سوف تقود أكيد إلى عديد المعلومات تعرفوا أنتم البراحة تلكم عدد الهجمات التي تنفذت ضد روسيا من طرف تنظيم داعش الإرهابي خاصة منذ قتال الجيش الروسي جنبا إلى جنب مع الجيش السوري في معركة حلب ضد تنظيم داعش الإرهابي وعديد التنظيمات الإرهابية الأخرى التي غزت المنطقة بعد ما يسمى بالربيع العربي لكن اليوم التطور أكبر وأكبر والنتيجة دامية الحقيقة وكبيرة برشا أفسدت على الرئيس الروسي الانتصار متاعوا بالانتخابات وسوف ننتظر لأيام القادمة شنوها باش تجيب أنتم تسمون في بتوقيت جرينيج مع أحلام العبدالي على إيافين أحلى راديو 56 دقيقة على إيافين أحلى راديو مرحبا بكم من جديد في الاستماع وفي المشاهدة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا أو تشاهدوا فينا داخل تونس أو خارجها الأخبار متاعنا متواصلة باش نمشيو نحكيو على أكبر زيادة في نسب الفقر منذ 30 عام في المملكة التي لا تغيب عنها الشمس نحكيو على مملكة بريطانيا واحدة من أكبر الدول المستعمرة عبر التاريخ وفي العالم نحكيو على البلاد اللي غزيت العالم بالجيوش متاحة بسطة نفوذها على العالم وتعتبر واحدة من أكثر الدول النافذة في الكرة الأرضية نحكيو على المملكة المتحدة بريطانيا لكن قبل هذية قبل ما نمشيو الأخبار باش نحكي لكم فيسع فيسع على أخبار ممكن توسعوا فيه غدوة أكثر جاي من الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيراش اللي يدعو لدفع تعويضات على العبودية للتغلب على تمييز استمرأجيل وإحنا ماشيين باش نحكيو على بريطانيا واحدة من أكبر الدول المستعمرة اللي مارست العبودية على الشعوب اللي استعمرتها دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيراش إلى تقديم تعويضات عن الاتجار بالعبيد عبر المحيط الأطلسي باعتبارها أحد وسائل معالجة إرث تجارة الرقيق في مجتمعنا المعاصر بما في ذلك العنصرية الممنهجة وخطف ما لا يقل عن 12.5 مليون إفريقي في الفترة من القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشر وجرى نقلهم قصرا بواسطة السفن والتجار الأوروبيين وبيعهم كعبيد وانتهى الأمر بأولئك الذين نجوا من هذه الرحلة القاسية إلى العمل في المزارع في الأمريكيتين وكان معظمه في البرازيل ومنطقة البحر الكريبي بينما استفاد أخرون من عملهم وفي بيان القاه بمناسبة اليوم الدولي لأحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق الذي تنظمه الأمم المتحدة يوم الأثنين قال جوتيراش إن الماضي وضع الأسس لنظام تمييز عنيف قائم على تفوق العرق الأبيض وأضاف ندعو إلى تحديد أطر للعيدال العادلة التعويذية للمساعدة في التغلب على الإقصاء والتمييز الذي استمر لأجيال واقترح تقرير الأمم المتحدة في سبتمبر أيلول أن تدرس الدول دفع تعويذات مالية عن فترات الاستعباد وتثار فكرة دفع تعويذات عن العبودية أو تقديم شكل آخر من الترضية منذ وقت طويل وآخرا غدوة إذا كان ما فماش برشة أخبار جديدة بش نعاود نسمعكم الاكستري منتاع رئيس دولة جنوب أفريقيا في جلسة أمام الأمم المتحدة وهو يحكي على المسألة هذه وهو يواجه في أوروبا البيضاء بتاريخها الاستعماري الإجرامي ضد أفريقيا السامرة توا بش نمشي توا بش نمشي للأخبار الحالي انتهنا بش نسمعوا معدلات الفقر والفقر المتقع في بريطانيا هي الأقصى والأشرس منذ 30 عام نسمعون رشو الارتفاع الحد في الأسعار يتسبب في أكبر زيادة في الفقر المتقع في بريطانيا منذ 30 عاما إحصائيات نشرتها بي بي سي أظهرت أن الرقم بلغ 12 مليون بين عامي 2022 و2023 بزيادة 600 ألف وهو ما يعادل 18% الشبكة البريطانية أرجعت أسباب هذا الارتفاع الهائل بالفقر إلى أزمة أسعار الطاقة الناجمة عن تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية مشيرة إلى أن الرقم كان سيكون أعلى بكثير لو لا تقديم الحكومة دعما مثل مدفعات تكاليف المعيشة الإحصائيات التي وضعتها وزارة العمل والمعاشات كشفت أيضا أن ربع الأطفال ليعيشون في فقر متقع بزيادة تبلغ نقطتين مئويتين في معدل فقر الأطفال هي الأعلى منذ منتصف التسعينيات هذه بريطانيا الغنية يجمع ما لشنو نقول أحنا لدول تعتبر معتلنا دولة استعمارية لا دولة سرقنا ثروات الشعوب لا دولة خلينا أفريقيا الغنية بثرواتها في جزء كبير منها سمعت القديش من مواطن أفريقي التنكيل به وعبر العالم من التجار أوروبا البيضاء معناها بالعكس احنا كنا ضحية الاستعمار مش شعبوية روذية هذا الواقع وهذا الحقيقة اليوم نشوفه في بلاد كيفما بريطانيا كيفيش الأرقام توصل فيها الهكة منذ 30 عام أرقام الفقر تتصاعد في بريطانيا بسبب الأزمة متاع الأسعار مش تعرفوا ديما نقول لكم راهي الحروب والمصاعب اللي عيشها العالم اليوم والحروب اللي فجرتها في أغلبها فجروها الأمريكين والبريطانيين والفرانسيس والحلفاء متاحهم واليابانيين حصيروا المنظومة العالمية الحالية اليوم هي ضحية ما زرعت من توترات في العالم قديت الحروب كبيرة والارتفاع الأسعار ورجعت بالوبال على شعوبها بتوقيت غرينيتش فيه سعر باش نمشي ونحكي ونحكي وعلى مسلسل تبعناه لهنا في بتوقيت غرينيتش تقريب أكثر عبادة حكينا عليه لهنا في الخبر هو الدولي بطبيعة اللوية ويخص الدولي بامتياز نجم كرة القدم البرازيلي داني ألفش الذي حكم في قضية اغتصاب في إسبانيا الذي معتورت فيها جوكوا في سبتمبر الليفات قضية اغتصاب وتحرش اغتصاب فتاة والتحرش بإثنتين في ملها ليلي في الأراضي الإسبانية وتم الاشتكاء به ادخل الحبس وتم الحكم عليه ومن ثم طلب الخروج بكفالة عن طريق المحامية امتعه ورغم انه فم تنديد ورفض لهذه المسألة حتى من لولا داسيلفا الرئيس البرازيلي رئيس البرازيل اللي هو من بلاد داني ألفش قال مش ممكن وانه شخص يغتصاب امرأة يخرج خطر ادفع فلوس لكن البارح غادر داني ألفش الاسوار السجن وخرج وسط الهوتفات امتع الناس اللي تخنف الحبس ما كانوش يهدفوا الحقيقة ضد داني ألفش كانت زميلتهم تم قتلها عن طريق واحد من المساجين غاديكا فكانت مظاهرة وهو خرج في وسط المظاهرة ديكا وصحبة المحامية امتعه وسلم الباسبور امتعه البرازيلي والبريتا والاسباني للسلطات الاسبانية ولن يغادر الحدود الاسبانية بل سوف يبقى داخلها يستكمل المحاكمة لم حقل كافيلة وخرج لي قالوا انه نيمار كان بش يدخل ويتفح لانه داني ألفش عنده مشاكل كبيرة مع الاموال امتعه خطر فما قضية رفعتها بها بها زوجته السابقة وامواله ام جرمدة فوحل كفاش بش يدبر مليون يورو قالوا نيمار هو البش يدفع لكن فما تراجع في اخر لحظة وتم تأمين المبلغ بطريقة اخرى وغادر داني ألفش الذي حكم بجريمة اختصاب غادر السجن بالاموال لستة وتسعة وخمسين دقيقة جي جي في اخبار التقس لاخبار خارج العبيدي في السيت نوف وتكمل وتسمع دي ما ايا فهم احلى راديو باي باي بتوقيت جريني